اشتركوا في القناة انا كتير مبسوطة لانه بنفس هذا الوقت لما فتحت لما اول اشي طلعت قناة رؤية بواحد واحد فكنت باول حلقة وخلال مشوار السنة كتير حلو يعني كان وان شاء الله السنة الجاي كمان تكون حلوة ان شاء الله احنا اليوم عشان نحكي سنة جديدة وكل واحد بحط اهداف لإله للسنة الجديدة وانا وياك حضرنا اهداف كتير مهمة انه او نقدر نحكي ارقام مهمة بالضبط بيقدر الناس تتخدمها لأهداف أهداف أرقام مهمة لازم نتذكرها للسنة الجاي لما نخطط لصحتنا لانه كمان كثير مهم نخطط لصحتنا صحيح بس هو قبل ما انا وياك نكمل انا بعرف انه انت روحتي وحكيتي ناس كتير وشوفتي شو اراءهم عن شو بدهم يعملوا السنة الجاي فخلينا نشوف هذا التقرير مع بعض خلينا نشوف التقرير مع بعض موسيقى 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 كل عام تو بخير وان شاء الله سنة خير على الكل عم نودع سنة 2011 وعم ندخل بسنة جديدة سنة 2012 وان شاء الله تكون سنة جديدة سنة خير سلام ومحبة وسنة صحة على الكل طبعا كتير منتمنى خلال السنة الجديدة وكل شخص فينا عم بحط اهداف للسنة الجديدة فيه ناس بودوا يطور شغله فيه ناس بودوا يطور بيته فيه ناس بودوا يحتم بعيلته انا كتير باهتم احنا كاخصائين تغذية اللي عم نشتغل برؤيا وعم نصحكم دايما نحط اهداف جديدة للصحة كل واحد عنده مشكلة بالوزن يدرباله عوزنه مش عشان اشي بس عشان تكون هاي صحة لانو الوزن لحاله مش بس شكل هو صحة كمان فكل واحد فينا يحط اهداف اللي عنده كولسترول اللي عنده دهنيات اللي عنده امراض يحاول يهتم بصحته بالسنة الجديدة عشان تكون سنة خير على الكل وكل عام وانتو بخير قبل ما نوضحكم راح نشوف بعض الناس من الشارع الاردني وشو اهدافهم من ناحية الصحة للسنة الجديدة خليكم معنا صباح الخير كل عامتو بخير قلت بخير كل سنة السليم استي اسألك شو اهدافك من ناحية الصحة للسنة الجديدة والله بالنسبة للصحة انا بهم باهتم اهم شي بالكولسترول امر اللي يكون الكولسترول نازل لكل انسان او انسانة كان صبية ولا شاب بكون مهتم الكولسترول تبعه بس من ناحية الصحة هو انا السنة الماضية بس ما زبطتش معاي كان مفروض انه بدي انزل 15 كيلو فما زبطتش معاي زبطت يعني حدود 7 كيلو بس ممتاز اه فالسنة ناوي اكملهم انه خلاص لازم يعني يروحوا هدولة وان شاء الله للكل منتمنى الصحة دايما شكرا لقائلك كل عام تبخير وانت بقى الفخير يا ربي والله انه الواحد يحافظ على صحته وما يزيد وزنه ويكون يبتعد عن الحلويات اللي يبتنصر والدهنيات وهي الشغلات شكرا لقائلك كل عام تبخير كل عام تبخير سبحان عن المدخن فأتمنى اني اترك الدخان وشوي هيك باشرب قهوه بزيادة يعني اخفف شوي من القهوة والتزم شوي هيك بنيا بس شكرا لقائلك اي ان شاء الله احب انزل وزني عالقليلي خمستاشا كيلو واكل اشي كتيه هلسي صحي لانه كوراسترول والاشياء كتيه عم تبخير شكرا لقائلك كل عام تبخير وانت بقى الفخير وكل الوطن العربي بقى الفخير شكرا اهلي يعني عمار شفت في كتير ناس بتخيل كل حدا هلا لسنة جاي حاطت هدف لقائله في ناس لبيته في ناس لمشروعه لمستقبله احنا اول اشي مندعي للسلام طبعا لانه وضعك شوي عم بكون بالمنطقة شوي مفركش يعني بس فعن جاد نتمنى انه يكون فيه صحة وسلام ومحبة بكل المناطق بالاردن وبرى الاردن ان شاء الله نبدأ باول رقم نبدأ باول رقم حكينا انه في عنا ارقام مهمة فرح ناخد اول رقم اللي هو كتير مهم ننتبه له للسنة الجاي نشوف الرقم على الشاشة ونعرف على ايش بدل هذا الرقم هو رقم كتير مهم طبعا مش رقم تليفوني مش رقم عنا اول رقم اللي هو 18.45 ل 24.9 رقم ايش عمار هذا؟ بدي اقول انه البي ام اي مؤشر كتلة الجسم صح مؤشر كتلة الجسم هذا الرقم كتير مهم لكل الناس اللي ما بعرفو هذا الرقم ايش بدل انه احنا وزنك منقسمو على طول تربيع الوزن بالكيلو جرام على المتر تربيع بيطلع معنا هذا الرقم اذا طلع الرقم ما بين 18.5 ل 24.9 هذا انه انه انت عندك وزن طبيعي اكتر من هيك بدي على السمنة وعلى المشاكل الصحة على هذا الرقم هحط رقم تاني مش موجود معنا باللست انه اللي بده ينزل حاله كيلو تقريبا بده يخسر 7000 سوارة حرارية فبالتالي اربط التنين مع بعض على اساس نقدر نكمل الطريق كلها مع بعض لانه احنا نحط رقم واحد ونقولهم انه اوكي نزل الكتلة بيقدر هو الشخصي يربط حاله بعدد الكيلوهات او هذا يعني هي اصلا كل مشكلة الميزان انه الناس بتقدر تربط حالها برقم فيه ولا واقعيا هذا الرقم افضل لنا اكيد فعنا الواحد بده يحافظ انا كتير بتمنى السنة الجاي دايما بحكيها مش بس شكل صحة لانه الوزن مش بس شكل يعني كتير من الناس بتبعوا رجيمات غير صحية بنزلوا كتير وزن بس المشكلة هذا الوزن عم بنزلوهم عم بنزلوا من الكتلة العضلية بكون من مي طيب خلينا ناخد اتصال وبعد نرجع للرقم الثالث الثالث زيانا مرحبا اهلا صباح الخير صباح الورد كل عام انتو بخير كل عام انتو بخير انتو بخير بخير لو سمحت بدي اعير بس عزميلكم ابراهيم سكيجهب ومناسبة عيد ميلادو اكيد كل عام هو بخير كمان بس كل عام انتو بخير برضو تسلمي شكرا انتو بخير تسلمي اوكي دعونا نرى الرقم الثالث معنا بعد مؤشر كتلة الجسم لدينا مكتوب عنا هون الرجل فاصل خمس وتسعين وسيدة فاصل ثمانية هذا الرقم نسميه نسبة الخسر للورك يعني اللي نسميه ماذا هو هذا الرقم اللي هو من قيس بالمتر مرع مننا حلقة عمار تذكر من ايس من ايس البطن عند الخسر ومنقسمه على الورك وبتلع معنا رقم هذا الرقم اذا كان فاصل خمس وتسعين للرجل يعتبر هو صحي نسبة الدهون بمنطقة البطن ما بتكون خطر لانه احنا منخاف اكتر ايش من نسبة الدهون بالبطن والسيدة فاصلة ثمانية ممتاز بالرياضة طبعا هذا كتير بنزل احنا كتير من نركز لان سنة جاي انه كل واحد كمان انه يلعب رياض يعني هاي دايما احنا لما نكون اصلا الناس تيجي للبرامج عندنا ما بقول له انه بهمنيش الميزان يعني بقول لي بدي انزل كيلوهات عم بقيس دايما انه بالذات الخسر اكتر حتى من محيط الورك بقيس خسر اكتر بخوف اكتر مقاومة الانسلين وخلافه وبرضه حكينا عنها بالحلقة نفسها اللي ايسنا فيها لانه هذا الدهن الموجود يعني بكون عند منطقة الاعضاء وهذا اكتر ايش بخوف يعني مرتبط بامراض القلب السكري وغيرهم بالضبط اه في عنا كمان رقم كتير مهم نحطه في بعنا للسنة الجاي اقل من متين اللي هو نسبة القوليسترول هاي طبعا بالفحوصات الدم دايما كل حدا بعمل فحوصات دم في عنا كوليسترول وفي عنا LDL وفي عنا HDL احنا بنحكي على الكوليسترول العادي بشكل عام يكون قل من متين طبعا هذا لانه مرتبط نتذكر دايما هذا الرقم نحطه في بعنا للسنة الجاي اي حدا عامل فحوصات طبية كان الرقم اعلى من هيك يحط هدف طبعا بالمعقول انه شوي شوي مش غلط انه اذا كان كتير عالي كل شهرين مع المتابعة الطبية بالضبط انه ما يكونش مثلا ميتان وثمانين ويقول بدي ميتان الشهر الجاي يعني هاي بتكون صعبة كتير وحتحط ضغط نفسي مائل وداعي فيكون عندنا اهداف معقولة للسنة الجاي انه هاي نسبة الكوليسترول نحاول نقللها ما نحمل انه انا عندي دهنيات لانه دهنيات مرتبطة بكتير امراض واحنا المشكلة غير الاوضاع اللي عم بتكون حوالينا السياسية والاجتماعية والاقتصادية كمان الصحية عم تتدهور يعني بتحس كل سانة عن سانة نسبة السمنة بالاردن عم تزداد والامراض وغيرها هي لانه صورنا مجتمع مستهد يعني هاي المشكلة الحقيقية صح هذه المشكلة وكمان انه بتحس ايك انه اشي طبيعي بقولك انا عندي كوليسترول اشي مش طبيعي انه يكون بصاير بكل عيلة انه لازم يكون في عنده ان شاء الله يعني يكون من الاهداف السنة الجديدة ان شاء الله طيح في عنا رقم تاني كمان مهم بعد رقم الكوليسترول المنمية هذا منسميه الLDL 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 اش هو؟ هو عبارة عن كوليسترول منسميه ضار اللي احنا كمان نخاف منه برضو بيبين بالفحوصات الطبية احنا بنحكي الاشي الكتير منيحن يكون اقل من مية اذا كان مثلا من مية الواصل الى مية وتسعة وثلاثين او خمس وثلاثين بيكون مش العالي كتير بس بدايات يعني انه لازم تنتبه عالي يعني عالي دك تنتبه بالظف فوق المية وتسعة وخمسين عالي فوق الهاي خلاص بصف كتير خلاص ووصلنا بينهم مشكلة مشكلة فالLDL كمان بالرياضة كتير بساعد بتاعد على نزوله فعلا وتساعد على رتفاع HDL اللي احنا نحكي عنه بعد شوه صح والLDL كمان بنزل فيه اشخاص بطروا ياخدوا ادوية اذا كان كتير مرتفع فعلا احنا مش اشي يعني نستهن فيه لانه زي ما حكينا مرتبط كل هاي الدهون عم تتركز على الاوعية الدموية صحيح وممكن ما تبين هلا تبين بعدين هي بسنين من اليوم فا صح فبنن يكون هدف من اهدافنا للسنة الجاي في رقم بعده كمان عمار في رقم بعد نشوف الرقم الثاني عنا من سبعين لمية وعشرة حذرت لا هذا ما حذرته لسا السكري السكري كمان احنا عنا بالنسبة الى طبعا هذا اوضح رقم باللي بنشتغل فيه يعني كلنا اول اشي منسأل هذا سؤال عندك سكري عندك سكري لانه صاير كمان السكري زي الدهنيات بالبلاد يعني اللي عنا بالاردن بكل عيليات سكري عم بكون يعني هي رسميا على عشرين بالمية احنا صح صح وبطريقه للتلاتين وان شاء الله ما يوصل يعني السنة الجاي كل حدا يهتم بصحته عشان ما نوصل لهذه النسبة والانا المتدايق منه نصرت اشوف مراهقين واطفال صحيح بس هو فيه خبر جيد في هذا الموضوع انه معظم حالة السكري و 90 بالمية منها تقريبا هي السكري النوع الثاني اللي احنا منقدر نتفادى ونتحكم فيه صح صح فرغم زيادته الا انه احنا منعرف انه منقدر نتحكم في هذا الموضوع كله عبارة عن اللي احنا عم نحكي عنه رياضة وتغزية مع بعض كتير مهم طبعا لانه كل هاي الامراض وكل هاي الارقام نقدر نحافظ عليها ويظلها هدف كتير مناسب لحياتك مع النظام الحيال المناسب ما نحمل هاي الارقام لانها كتير مهمة صح رقم بعده لا نأخذ اللي بعده الرقم اللي بعده الرجل اكتر من 55 هذا اللي كنا انا هذا اللي بتستنى انت ايوه والسيدة اكتر من 65 ايوه هذا اللي هو الـ HDL منسميه الكوليسترول المنيح منسمو ليش لانه بياخد الكوليسترول من الجسم بوديه للكبد عشان نخلص منه بزرط هيك يعني بشكل مبسط ايوه فبتنا اياه يكون عالي بزرط هلا اللي بدي اركز عليه انه كتير هذا اوكي مرتبط بالضيت بس اكتر اشي مرتبط بالرياضة بالرياضة والتدخين بالرياضة والتدخين بالرياضة والتدخين كل ما الواحد دخن زيادة كل ما هذا الرقم بدي ايل وهاي هي مشكلة وبالرياضة كل ما لعب رياضات هوائية اللي هي تمرين للجسم اللي هي مثلا الجاري والمشي وهذه اللي بيساعدوا على ارتفاع نبض القلب هاي بتساعد كتير على ارتفاع نسبة الـ HDL في الجسم هاي بتعطينا يعني حتى لوكوليسترول شوي مرتفع هاي بيجوز تحمينا زيادة صح تحمي لانه احنا بدنا هذا الرقم يكون عاني وبدنا رقم الكوليسترول والـ LDL اللي يكون مواطي بالضبط فالـ HDL كتير بتأثر انا يعني كتير قريت تستاذيز كتير بتأثر بالرياضة والتدخين صحيح له اكيد عامل للتغزية ولكن احنا كتير من اقدر نزيد النسبة بالرياضات الهوائية اللي احنا دايما تلعبوها بالدنيا ودنيا خلناك خلال سنة وندعي لها أنا وياك يعني دايما انه يكون في عنا صحة ونرفع هذا الرقم اكتر ان شاء الله فيه رقم بعده كمان من العشر الارقام الكتير مهمة خلال السنة الجديدة واهدافنا اربعة ايام في الأسبوع انت عطتني ايها قلتين لاي مهمة هذه مهمة وهي تقريبا اللي هلا منقدر نعتبره اقل عدد ايام يتمرن فيها الشخص تمرين رياضة على اساس يقدر يوصل للمرحلة اللي بده اياها يعني انه لنزول الوزن خصوصا او نزول نسبة الدهون في الجسم صح دهون لانه اهم ايش عشان حتى اللي حابب عشان شكله انه يوصل اليومين بالأسبوع ما عادوا ينفعوا وزمان المدرسة رياضة كنا نقول ثلاثة ايام بالأسبوع بوقتنا هذا بطل بوقتنا هذا بطل لانه هذا الحكي عمالك تحكي على دراسات بالتمانينات بقوائل التسعينات الانترنت مش موجود فهذا هو السبب في الرقم البعده اللي هو ستين نبضة بالدقيقة اذا قدرنا نوصل انه على وقت الراحة انه نكون ستين نبضة بالدقيقة او يعني اذا وصلنا ستين معناته انا في يعني لايقتي البدنية عالية عالية وبالتالي رقم كتير مهم هلا النقطة اللي حكينا عابلها اللي هو الرقم اربعة ايام بالأسبوع كتير ناس بيجي بيسألوني مثلا نعملوا دايت قديش ألعب قديش منهم ألعب كنا نحكي ثلاثة ايام بس كتير فتنة انه لازم يعني هلا بوقتنا لانه المشكلة انه اللي ستايلي الحياة صار انه مكتب 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 من الصباح للساعة للساعة فاحنا بنحكي أتليس انه يعني بالمعدل اربعة اربعة نذكر رقم اربعة اربعة مرات نلعب او نمشي او نتحرك او اي اشي بالاسبوع عشان نقدر نوصل احنا زمان يعني حتى الاشي البسيط انه لما بدك الدوري عمعلومة كنت تروحي على المكتبة تمشي من غرفة لغرفة عشان تطوليها هلا على الانترنت كل شي الاطفال كله على الانترنت احنا صاير شوي عم تتقدم التكنولوجيا بس احنا عم نجو على ورا من حيص الصحة واللياقة طي في عنا رقم بعده عمار كمان مهم مرتين في الاسبوع بالزبط هذا تمارين القوة الآن تمارين القوة لما بدي اجي ادرب هاي العضلة بدي تقريبا مرتين بالاسبوع إلا فيه نظر يعني فيه الناس اللي هم بيلعبوا كمان الاجسام لمرحلة كتير متقدمة بيدربوها بمستوى كتير عالي في يوم واحد وبيعالوها مرة بالاسبوع هدول مش هم القاعدة القاعدة انه الشخص الطبيعي انه يمرن كل عضلة مرتين بالاسبوع لتمرين القوة عشان تحافظ على قوتها نحافظ على كثافة العظام فبالتالي بيقدر يساعد يعني اذا نبدأ قوي عضلات ايدي عضلات بطني عضلات اجري يعني بالمعدل بس مرتين بالاسبوع وهي المفروض تكون كافية اذا التمرين شديدك واذا احنا عم نعمل نتحرك وفي تمارين هواية وهيك بالضبط في عنا الرقم هيك خلصنا الأرقام ممتاز بديك منعطينا عشر أرقام كتير مهمة طبعا خلال السنة الجاي انا كتير بتمنى انه خلال احنا هاي السنة بدنيا دنيا حكينا عن تغذية بشكل عام وحكينا عن كتير امراض مرتبطة يعني بالتغذية والرياضة وحاولنا اضمام نقدر انه نوعي من ناحية التغذية لكل افراد العالم وان شاء الله السنة الجاي وراح نحضر ونحاول كمان نزيد التوعية للسنة الجاي انه نهدف انه احنا نزيد التغذية السليمة والصحة لانه كلها مرتبط بحياتنا انت بتكون صحتك ومشتعبان وما عندك اي مشاكل برضه بنعكس على كتير اشياء يعني حتى مرات مرتبطة بالشغل مرات بلاء ناس اذا سيدات بيجو عندي مثلا اذا هي مدايئة نفسيا من جسمها وشكلها بنعكس على عيلتها على شغلها على كل شيء بالضبط وحتى على اداءها في نزول الوزن ويعني السنة الجاي للأسف راح تكون اقتصاديا برضه مش اشي كتير حلو يعني واضح جدا فبالتالي انكد راح يكون موجود لكن الحل الوحي يعني بجد انه مثلا الرياضة اللي منقوله انه حتى لو الواحد يتمر تنفيس بتخلي الواحد يعني الاندورفنز اللي بتتلع بتتحسن من المزاج ل 12 ساعة صح لانه كتير يعني انت لما تكون مداية تطلع تمشي هيك بس مضغوط من العم بيسير تطلع تمشي ترجع البيت شوي بساعدك انه نفستي عن حالك شوي نفستي اكيد في عنا كل واحد عنده ضغوط نفسية طبيعي جدا كلنا حتى لو مع الابتساب مع الضحوك مع هذا مع العب الرياضة اللي منعب وفينا ضغوطنا كلنا لكن للأسف انه يعني اذا ما عملنا اشي عنها بتكون فيه مشكلة والحمد لله اذا منعمل اشي عنها زي ما انا بطلع بركت خلص خلص طر الضغط النفسي اللي موجود عمر انا مبسوطة انه اخر حلقة احنا كونا مع بعض اول سنة انا اللي اسعد واخر حلقة بسنة 2011 انا معاك كمان عشان طبعا نركز على دور التغذية والرياضة وأكيد مني ومن رزان ومن أيمن ومن كلنا نتمنى للناس صحة جيدة خلال السنة الجاي وكل عام وانت بخير كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير وانشالله منكم الفقرات الدنيا دنيا ونشوفكم سنة الجاي اشتركوا في القناة